السلام عليكم قصة صراع السلطانة العثمانية نوربانو مع الجارية صفية خاتون أقرأ عليكم فيما يلي مقالا بهذا العنوان من موقع البيان صراع الحرملك يشتعل بين نوربانو وجارية السلطان المفضلة صفية خاتون مع وفاة السلطان العثماني سليم الثاني وصعود ابنه مراد الثالث إلى سدة الحكم في الدولة العثمانية سنة 1574 وصلت الجارية نوربانو إلى قمة نفوذها بعد أن حصلت على لقب السلطان الأم أو السلطان الوالدة رسميا مما خول لها العديد من السلطات الواسعة داخل الحرملك الحرملك هو مكان الخاص بالحريم داخل القصر وأيضا نفس المعنى داخل البيت العادي وبدأت تدس أنفها في شؤون الدولة العليا وشاركت وزارة الدولة في توجيه دفة العلاقات العثمانية في الربع الأخير من القرن السادس عشر الميلادي وهي الفترة التي شهدت وصول الحدود العثمانية إلى أبعد نقطة لها وشكلت قمة التوسع العثماني فلم تكن عناصر الفساد والانهيار الداخلي الذي ساهم فيه الحرملك وسلطاناته ظهرت للعيان بعد كان أول عمل افتتح به السلطان مراد عهده هو قتل إخوته الخمسة حتى يأمن على عرشه بالانقلاب داخلي في مشهد أصبح معتادا في التاريخ العثماني وكان سنده الأكبر في هذا القرار الدموي والدته السلطانة الأم نوربانو التي حصلت على لقب السلطانة الأم رسميا مع تولي ولدها حكم الإمبراطورية العثمانية مترامية الأطراف وتكون بذلك ثاني امرأة تحصل على هذا اللقب بما له من وظيفة رسمية في البلاط العثماني بعد السلطانة حفصة خاتون أم السلطان سليمان القانوني زوجة السلطان سليم يووز سليم الأول وإذا كانت حفصة خاتون استخدمت سلطاتها الواسعة في إقرار العدل والهدوء داخل الحرملك فإن السلطانة الأم الجديدة نوربانو استخدمت سلطانها في إحكام قبضتها على الحرملك وابنها السلطان الشاب والدولة جميعا فكانت مثالا للمرأة المتسلطة التي أصيبت بشبق السلطة والنفوذ بحسب ما نشرت صحيفة الجريدة بدأت نوربانو بمد نفوذها شيئا فشيئا داخل قصر الباب العالي في عصر زوجها السلطان سليم الثاني ضعيف الشخصية ولعبت دورا كبيرا في توجيه السياسة الخارجية فاقى أي دور لعبته جارية من الحرملك فزوجها الضعيف سليم أوكل مهام الدولة إلى صدره الأعظم محمد باشا سوكولو وهو نسبة إلى مدينة سوكولو البوسنوية التي ينحذر منها وتحالفت السلطانة نوربانو مع الصدر الأعظم لإدارة الدولة في ظل غياب السلطان سليم الغارق في ملذاته وكان من حسن حظ الدولة العثمانية وجود شخصية قوية كالباشا سوكولو الذي نجح في مد عصر القوة للدولة رغم عدم وجود سلطان قوي واستغل مواهبه الإدارية الفذة في ملء الفراغ الذي خلفه رحيل السلطان سليمان القانوني بشخصيته الفريدة ووجود السلطان سليم الثاني ابنه ضعيف الشخصية ما نجح فيه سوكولو عن جدارة فإليه وحده تنسب تلك الانتصارات المبهرة التي حققتها جيوش الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم سواء في أوروبا أو في اليمن أو في تونس أو على الجفهة الإيرانية وإليه ينسب الفضل في إعادة بناء الأسطول العثماني في سرعة مدهشة بعد كارثة معركة لبانتو عام 1571 التي حطم فيها الأسطول العثماني وعمل على مدارات نوربانو سلطان وتحجيم نفوذها من ناحية والعمل على إرضائها بترك أمور الحرم لك في يدها من ناحية أخرى وعندما توفي السلطان سليم وقبل أن يصل السلطان الجديد مراد الثالث إلى العاصمة طلبت نوربانو لقاء الصدر الأعظم محمد باشا سقولو لترتيب أوضاع السلطنة فيما هو مقبل كان سقولو يعرف ما تريده نوربانو لذا تحالف معها أصبح الصدر الأعظم محمد باشا سقولو يتمتع بسلطات كبيرة بعد أن دعم نفوذه بتحالفه مع سيدة القصر السلطان الأم نوربانو التي بدأت تحكم الدولة من وراء ستار من خلال تحالفها مع الصدر الأعظم سقولو باشا مستغلة في ذلك ضعف شخصية ابنها السلطان مراد الثالث الذي كان يبلغ من العمر 29 سنة عندما تولى العرش ولكنه تميز بضعف الشخصية والانطواء داخل غرف الحرم لك حتى أن الرعية في مدينة إسطنبول كانت لا تراه حتى في صلوات الجمعة وفضل ملازمة النساء عن إدارة الدولة وتأليف الأشعار عن حمل السيف وقيادة الجيوش كان السلطان مراد الثالث يعشق الفخامة لذلك أمر بصناعة العرش الذهبي والذي تسلمه سنة 1585 وهو العرش الذي جلس عليه صلاطين الدولة العثمانية في الأيام المميزة كاحتفالات الجلوس والأعياد الإسلامية حتى عام 1924 وهو عام إسقاط الدولة العثمانية حصدت نوربانو النفوذ الهائل الذي حلمت به يوما بعد أن حصلت على لقب السلطان الأم في عهد سلطنة ولدها السلطان مراد الثالث واحتفظت بلقب السلطان الأم حتى وفاتها في السابع عشر من ديسمبر كانون الأول 1583 وكانت تقارن بكاترين ديميتشي الملك الأم في فرنسا فكلتاهما من أصول إيطالية وكلتاهما حصلت على نفوذ هائل داخل القصر الحاكم في بلديهما وأدارتا شؤون الحكم من خلال ستار خاصة أن السلطانة العثمانية والملكة الفرنسية عاصرتا فترة تولي حكام ضعاف في ظل أوقات عصيبة ولكن تبقى الحقيقة أن حكم كاترين ديميتشي في باريس كان أكثر قسوة وفضاعة من حكم نوربانو في إسطنبول كان ما أثار إعجاب السلطانة خرم في نوربانو عندما دخلت القصر العثماني لأول مرة ذكاؤها الشديد خرم هي والدة سليم الثاني وزوجة سليمان القانوني لذلك تولت تربيتها لتخصصها لخدمة ابنها الأمير سليم الذي أصبح سلطانا فيما بعد وعرفت نوربانو كيف تستفيد من ذكائها في إدارة أمور الدولة العثمانية فكانت وبحق أول امرأة تحكم الدولة العثمانية من خلف الكواليس فيما بات يعرف باسم سلطنة الحريم وهي ظاهرة استمرت لعقود كانت النساء تحكم لأن السلطان ضعيف الشخصية أو صغير السن من جهاته ظل سقل باشا يمارس نفوذه بكفاءة يحسد عليها في ظل حكم السلطان مراد الثالث واستطاع أن يحافظ على النظام وسط فرق الجيش خاصة فرق الانكشارية أكثر فرق العثمانية قوة وشراسة كما استطاع أن يرسم بمهارة سياسة الدولة العليا في أوروبا طوال الشطر الأول من سلطنة مراد الثالث لكن سلطات الصدر الأعظم الذي احتفظ بمنصبه لما يقارب الأربعة عشر عاما كان محل حسد خاصة من وزراء الديوان الوزير أحمد باشا والوزير مصطفى باشا أو مصطفى لالا باشا والوزير سينان باشا الذين استطاعوا بمساعدة الأصدقاء المقربين من السلطان التأثير على مراد الثالث للتخلص من الصدر الأعظم ولم يمنع السلطان من استصدار مثل هذا القرار الخطير إلا والدته السلطانة نوربانو التي تدرك جيدا أهمية وجود سوكلو في منصبه لمصلحة الدولة العثمانية ولصالح نفوذها لذلك لم تستطع حاشية السلطان التخلص من الصدر الأعظم سوكلو باشا إلا من خلال مؤامرة دبرت في السر بعيدا عن أعين السلطانة الأم وسمعها التي ما علمت بما يدبر في الخفاء إلا بعد مقتل الوزير الأعظم سنة 1579 واستشاطت غضبا من ابنها السلطان ووبخته على مقترفه من جريمة بترك من دبر لهذه الجريمة البشعة في حق رجل أخلص في خدمة الدولة العثمانية وكانت السلطانة الأم على حق عندما اعترضت على اغتيال الصدر الأعظم سوكلو باشا فالدولة رغم أنها حققت انتصارات قياسية ووصلت إلى أقصى اتساع لها في التاريخ فيرجع ذلك إلى قوة الدفع الذاتي التي وفرها السلطان سليمان القانوني للدولة العثمانية من خلال بناء جيش قوي وجهاز دولة من أعلى درجات التطور في عصره لذلك وصلت الدولة العثمانية انتصاراتها على الرغم من عدم خروج السلطان سليم سليم الثاني ابن سليمان القانوني ومن بعده السلطان مراد على رأس الجيوش وملازمتهما الحرملك ولم تتوقف الانتصارات إلا سنة 1594 عندما بسطت الدولة العثمانية سيادتها على معظم وسط أوروبا واعترفت دولة بولونيا والتي كانت في ذلك الوقت من الدول العظمى وأكثر قوة وأهمية من جارتها الدولة الروسية كما اعترفت الدولة الصفوية في إيران بسيادة السلطان العثماني رسميا فيما ضمت دولة الأشراف في المغرب العربي إلى النظام العثماني لكن هذه الانتصارات ما كانت لتخفي الفساد الذي بدأ يدب في كيان الدولة العثمانية نتيجة لسياسة احتجاب السلطان وإطلاق يد الوزراء في إدارة الدولة الأم والجارية كان الخطر الوحيد على نفوذ السلطان نوربانو في حقيقة الأمر يتصاعد من داخل الحرملك فالسلطان مراد المعروف بعشقه للنساء حتى قيل إنه أفرط في علاقاته مع أكثر من أربعين جارية فكانت النتيجة ذرية من صلبه جاوزت المئة لكن جارية واحدة هي التي عاشقها حتى الجنون وهي الجارية الإيطالية الأصل صفية خاتون التي ربما رأى فيها السلطان مراد الثالث نفس صفات أمه ذات الأصل الإيطالي كذلك وكان طبيعيا أن يمتلئ الحرملك بصراع السلطان الأم المتمسكة بكل قطرة في نفوذها المتصاعد وبين الجارية الشاب المدعومة بحب السلطان الوليه لم تكتفي نوربانو بما حققت من نفوذ بل عملت على أن تترك بصمتها على الحرملك فعلا لا قولا فأمرت بإعادة تصميم الحرملك من جديد خاصة بعد أن بدأت زوج السلطان مراد صفية خاتون في تهديد نفوذ نوربانو بعد أن سلبت فؤاد ابنها فكان لابد من تقسيم الحرملك بما يتناسب مع نفوذ السلطانة الأم وجارية السلطان المفضلة نزل السلطان مراد الثالث على رغبة أمه في إعادة ترتيب قصر الباب العالي من جديد تم الاستعانة بفنون العمارة العثمانية لإعادة تصميم الحرملك التي نفذها بمهارة أشهر معماريا في الحضارة الإسلامية قاطبة سينان باشا المعمار سينان انتصرت السلطانة الأم نوربانو في معركة الحرملك بعد أن ضمنت زيادة مساحة جناحة الحرملك بصورة غير مسبوقة خاصة أنها جعلت من غرف الجواري البنية التحتية لجناح السلطانة الأم فعندما تخرج السلطانة الأم من جناحها تطل من شرفة علوية على جميع أرجاء الحرملك وحققت بذلك السلطانة الأم نوربانو انتصارها بإعلانها فعليا أن مكانتها الأعلى من مكانة أي امرأة داخل الحرملك بما في ذلك جارية السلطان المفضلة صفية خاتون لم يقتصر التعديل على جناح السلطانة الأم وغرف الجواري بل امتد ليشمل كل شيء في الحرملك تقريبا فالسلطانة الأم نوربانو ذات الأصل الإيطالي تأثرت ولا شك بالفن القوطي وفن الباروك الذي بدأ يغزو أوروبا وقت ذاك وهو ما تجلى في فخامة أقسام هونكار هاماملاري أي حمامات السلطان وهونكار سوفاسي أي رواقات السلطان فضلا عن بهو الاحتفال وبهو الاستقبال في القصر السلطاني التي ظهرت فيها جميعها فن زخرفة القباب العثمانية الشهيرة أحد أوجه الصراع بين السلطان الأم نوربانو وصفية خاتون تمثل في تخصيص جناح لولي العهد الشهزادة محمد بن السلطان مراد من صفية خاتون داخل الحرملك فالسلطانة الأم أرادت أن تضع حفيدها تحت عينيها وتشرف على تربيته حتى إذا مات ولدها السلطان مراد فإن السلطان الجديد محمد يعترف بسلطانها على الحرملك واستغلت نوربانو الصراع الذي نشب بين ولي العهد محمد شهزادة ووزراء السرايا حول الحرب مع إيران وهو ما شكل سابقة تخالف القواعد التي وضعها السلطان محمد الفاتح بعدم تدخل ولي العهد في إدارة شؤون السلطانة بشكل مباشر وتفاديا لتنفيذ قاعدة العف العثماني بقتل ولي العهد في هذه الحالة تم وضع ولي العهد قيد الإقامة الجبرية في الحرملك وهو ما جعل ولي العهد تحت سيطرة نساء الحرملك بعيدا عن مجالس رجال الدولة ما سيكون له أثره البعيد على مستقبل الدولة العثمانية على كل حال تم بناء جناح ولي العهد بالقرب من جناح السلطانة الأم نوربانو فوق جناح والدته حفصة باش خاسكي سلطان لتكتمل عملية التجديد الشاملة لأقسام الحرملك وتوسعته في عهد السلطان مراد الثالث ليصبح الحرملك أكبر أقسام قصر الباب العالي القصر الرئيسي للدولة العثمانية وهو ما عبر عن روح العصر الذي استفحل فيه نفوذ الحرملك وبدأ يدس أنفه عبر سلطاناته في شؤون الدولة فضلا عن بصمتها الواضحة على الحرملك فقد اهتمت السلطانة نوربانو بالمنشآت المعمارية في إسطنبول فأنشأت مجمعا دينيا تعليميا في حي بسكتار أحد أعرقي وأقدمي وأضخمي أحياء العاصمة العثمانية إسكتار يقع على الجانب الشرقي أي الآسيوي من إسطنبول يضم المجمع مسجدا ومدارس دينية وخانقاه للصوفية وخانا كما أمرت ببناء حمام تشامبرلتاش الذي انتهى المهندس المعماري سينان باشا من بنائه بعد وفاتها سنة 1584 وهو ما استغل دخله لتمويل كلية السلطانة نوربانو بأسكدار والحمام يعد قطعة فنية قائمة بذاتها وأحد أهم المنشآت المعمارية التي استمر تأثيرها الفني في العصور العثمانية التالية ولعبت السلطانة نوربانو دورا بارزا في السياسة الخارجية وخلال سنوات توليها مرتبة السلطانة الأم عملت نوربانو على تدعيم أواصل العلاقة بين الدولة العثمانية وبلدها الأم جمهورية البندقية التي قيل إن أصولها تنحدر من إحدى أسر تلك المدينة الغنية كما أن نوربانو كانت السبب الرئيسي في توتر العلاقات بين الدولة العثمانية وجنوا طبعا جنوا هي العدو التقليدي للبندقية بعد أن انحازت صراحة إلى صف البندقية عدوة جنوا واستخدمت نوربانو في علاقاتها الخارجية شخصية نسائية بارزة في هذا العصر وهي إستر كيرا اليهودية وهي شخصية تمكنت من أن تلعب دورا كبيرا في السياسة الداخلية والخارجية العثمانية ومن خلال تغلغلها في دائرة حريم السلطانة ودعم السلطانة الأم نوربانو لها حتى أصبحت كيرا مسؤولة عن جمارك إسطنبول بفرامان أصدره السلطان مراد الثالث وهي وظيفة ظلت تحتفظ بها لمدة نصف قرن تقريبا بعض المؤرخين يرى أن إستر كيرا مارست نشاطا تخريبيا في الدولة العثمانية من خلال التزييف العملة العثمانية وترويجها مما انعكس سلبا على مالية الدولة العثمانية كما عملت على بيع المناصب ونشر الفساد الإداري والرشوة بين موظفي المالية وكان لها ولدان هما إليا ويوسف شارك الأول واردته في عملها هذا وعلى الرغم من علم الدفتردار بزيف تلك النقود إلا أنه كان يوزعها على الجنود تجنبا لسطوة ونفوذ اليهودية إستر كيرا غير أن الجنود تذمروا جراء توزيع تلك النقود بدرجة أدت إلى نشوب حركات تمرد داخل الجيش وإعدام عدد من الوزراء قبل أن تطيح إحدى الثورات الإنكشارية بإستر كيرا أحد الاتهامات التي ألقيت في ساحة السلطانة نوربانو تلك التهمة المتعلقة بأصول السلطانة فبعض الروايات تشير إلى أن نوربانو ذات أصول يهودية وأن أصولها اليهودية كانت السبب في إفساح الطريق أمام تغلغل النفوذ اليهودي داخل الدولة العثمانية وخصوصا في قصر السلطان ويقال أن السلطانة نوربانو هي التي دفعت السلطان سليم الثاني إلى تعيين اليهودي إبراهيم كاسترو وزيرا للمالية وكان كاسترو هذا قد جاء مهاجرا إلى الدولة العثمانية مع خمسمائة يهودي في عهد السلطان سليمان القانوني وذلك عام 1553 وكان كاسترو مسؤولا عن سك العملة في مصر على كل حال توفيت السلطانة نوربانو سنة 1583 بعد أن وضعت أساسا بات يعرف رسميا بعصر سلطانة الحريم الذي اختفت فيه شخصية السلاطين وتوارو خلف ستار الحرملك بينما تقدمت جوار القصر إلى الصفوف الأمامية يضعن الخطوط العريضة للسياسة العثمانية ما جرى الخرابة إلى الدولة سريعا وهكذا عندما رحلت السلطانة الأم نوربانو سلمت مفاتيح القصر والحرملك إلى عدوتها اللدودة الجارية صفية خاتون التي ضحكت أخيرا بعد أن حسم القدر صراعها مع السلطانة الأم نوربانو انتهى المقال